فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه التلمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود نعم قال التلمذي كما سبق نعم قال التلمذي قال التلمذي حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشيب ولا تشبه باليهود ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ قال الدار قطني المشهور عن عروة مرسلة قال الشيخ رحمه الله وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا نعم نعم كما سبق انذكرنا بناء على قول الشيخ رحمه الله هذا الحديث يؤيد ما سبق في أن المقصود ليس هو تغيير اللون فقط وإنما المقصود مخالفتهم نية المخالفة لهم فقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب ولا تشبهوا دل على أن ترك التغيير فيه تشبه بأهل الكتاب ولو لم يقصد الشخص التشبه بهم لو لم يقصد هذا فإنه من رأاه ظن أنه متشبه بهم وأنه يسير على عادتهم فلذلك يتأكد يتأكد تغيير الشيب وذكر فيما بعد أن مخالفتهم على قسمين مخالفة لهم فيما ليس من فعلهم كالشيب فإن الشيب ليس من فعلهم فنحن أمرنا أن نخالفهم فيه وإن لم يكن الشيب من فعلهم فلا أن ننهى وهذا القسم الثاني أن نتشبه بهم في أمر أحدثوهم وفعلوههم من باب أولى نعم قال فإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا الظاهر أنه ليس من فعلهم لكن ماشي نعم طيب ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما يعني ما يحدث نعم هو التشبه بهم يكون مكروها ويكون محرما يكون مكروها فيما ليس من فعلهم كالشيب فإن هذا ليس من فعلهم ومع هذا أمرنا بمخالفتهم ويكون محرما إذا كان هذا من فعلهم هم كأن يحدثوا عبادة أو طريقة أو عيدا أو غير ذلك هذا من أفعالهم هذا محرم تشبه بهم في أفعالهم التي أحدثوها محرم تشبه بهم